يلا نغرف هناخد قطعة فرنش توست نحطها على انهي ناحية كده حل ممكن تحمروه اكتر شويه لو عندكم اكتر من دقيقتين ناخد البيتش نوزعه حواليها ده مع الايس كريم مش هحكي لكم بيبقى عامل ازاي ناخد سكوب تخليش اقول لهم يا كنترول تقولوا ايه استاذة هالا تقول لك انا اقول بتقول انا حرفد نفسي من البرنامج ده لانها عاملة دايت بقالها كتير صراحة من اول ما دخلنا البرنامج وانا بفشلها كل مخططتها اعترف الصراحة بس خلاص وعد على فكرة طلب جمهوري وشعبي انه نعمل حلقات واقف وخفف واقف وخفف اللي هو نوقف كده ونحترم نفسنا شويه نخفف اللي هي الايام اللي من نعمل فيها توازن ما بين الاكلات الدسمة هناخد دلوقتي سوس الكرامل ما تبصيش يا استاذة هالا ونحط الكرامل اول اوفر ورايكم يعني صح ما عنديش وقت قوي بس انا عايز احط وردات حلوين كده العينه تأكله قبل الفم دائما نوزع الورد كده حوالين الطبق ده الورد اللي هو حطينا في الكتاب وجففناه يا جماعة فاكرينه هو ده بأحجام مختلفة ايه الطبق الحلو ده ايه ختام الحلقة الرائع ده ايه رأيكم موسيقى